السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي 3 اربع النقاط يعني هتكلم فيهم النهاردة فنيين وكمان هتكلم فيه مناجدة مهمة جدا بالنسبة ل كل الجهات المعنية المسؤولة عن لقاء النهائي الزمالك ونهضة بركان بالقاهرة وكمان الامور الفنية هتكلم فيها كتير شوية وهتكلم على تفصيل صغيرة خاصة به البيان اللي خرج من النادي الاهلي بخصوص الحكام الاجانب الاول هنبتدي بالمناجدة للجهات المعنية بتسهيل الامر بالنسبة لدخول جمهور نادي الزمالك في لقاء العودة ان شاء الله باذن الله وده اللي انا بتمنى وبيتمنى كل جماهير نادي الزمالك في الفترة اللي جاية اعتقد من حق جمهور الزمالك ان هو يامل الاستاد لان فيه كلام كتير جدا على موضوع التذاكر وفيه كلام كتير جدا ان التذاكر اتعرضت لمدة ساعة وتشاء وخلصت وان الخمسين الف اتحجزه طب ليه خمسين الف يا جماعة الاستاد بيشيل ستين خمسة وستين سبعين الف متفرج لازم الاستاد يتملي من حق نادي الزمالك ان الاستاد يتملي من حق نادي الزمالك ان احنا نلاقي الملعب مقفول دي النقطة الاولانية زائد كلنا في مبارح شوفنا جمهور نادي اتبركان مدخل الادوات بتاعته كلها من من ادوات التشجيع كلها كاملة. طب هل مش من حق نادي الزمالك كمان ان هو يدخل الادوات بتاعته تاخل القاهرة. دي مناشدات خاصة بالجهات المعنية كلها. وانا عارف وانا عارف ومتأكد ان ان شاء الله بازن الله كل الجهات المعنية المسؤولة عن راحة وقراحة جماهير نادي الزمالك في لقاء العودة ان شاء الله بازن الله هتحصل. لان ده من حق جمهور الزمالك ومن حقنا على الناس ان ان شاء الله بازن الله الامور دي كلها تخلص لان كلنا محتاجين نتكاتف مع بعضينا من اجل فوز الزمالك بكتولة الكمفدرالية. وانا برضو واصق في الجهات الامنية انها هتريح الامور والامور هتبقى على اكمل وجه. وانا متأكد ان الاستاذ بازن الله بازن الله هيتقفل. وبازن الله جمهور الزمالك هيبقى هو سبب مكسب نادي الزمالك. خدوا بالكم فنيا هتكلم لان في مشاكل كتير جدا. انما الامر ده حبيت ابتدي بالفيديو بتاعي عشان احنا محتاجين كل شخص رايح الاستاذ يكون مشجع مقاتل. محب للزمالك مش هيقعد التسعين دقيقة. هيفضل بيشجع دول التسعين دقيقة. سواء بقى من تشجيع سواء من ضغوط على الحكم سواء من ضغوط على لعبة نهضة بركان ما ينفعش البطولة دي. تخش تخش القاهرة وتطلع على المغرب. لأ ان شاء الله تبقى في القاهرة. وان شاء الله بازن الله الزمالك يفوز ببطولة الكنفدرالية. لاني بصراحة بصراحة. وانا مبارح فجأت بمستوى فرقة نهضة بركان. المهزوز. مستوى مش مستوى جامد قوي. يعني مش مش هما الفرقة اللي تخلوا فرقة الزمالك. لا احنا اللي غلط. جوزيجو ميز هو اللي غلط. جوزيجو ميز ابتدى. الماتش غلط. وهنا هبتدى اتكلم عن الفنيات. لان في في الفنيات حاجات وفي كمان شخصية لعبة الزمالك نفسها. في حاجات على ما تستفهم كتير جدا. على شخصية فرقة الزمالك. ازاي انا كمدير فني ابتدى جيم ابتدى جيم بشكل ممكن يأخرني يأخرني ويخليني بقى مغلوب اول الشوت الاولاني في اول نص ساعة اثنين صفر. انت عارف ان ممكن البطولة كانت ممكن تروح منك? انت عارف لا قدر الله لو استقبلت الجن التالت كانت الامر تحسم? وازاي فرقة الزمالك بامكانياتها بلعبتها بكل لعبة اللي موجودة? تبقى تبتدي الجيم بخسارة نين صفر. وده عيب في مستر جوزي جوميز. انا مش مع اني سامسون اي كينولا كان يلعب هافليفت. واضح ان مستر جوزي جوميز ما زاكرش الفرقة دي كويس. واضح ان هو محللين الاداء اللي اللي معاه ما فهموش مستر جوزي جوميز كوات القوة والضعف. نوات القوة والضعفة عند فرقة نهضة بركات. انا عندي فرقة بتلاعبني عارفة كل التفاصيل الخاصة في فرقة نادي الزمالك. مصادر القوة مصادر الضعف. ايه المشاكل بتاعتها? لدرجة ان انبارح شوفنا ضغط كبير جدا 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 جدا. على الجبهة اليسرى بتاعتنا اللي فيها فتوح. لاني عارف ان مصطفى شلب مش موجود. لاني عارف ان انا لو ضغطت على فتوح مش يخليه يزيد ويقدر يعمل الشق الهجوم بتاعه. اللي هو اوريدي مميز فيه. فبدأ يضغط على فتوح بشكل كبير جدا. واحنا واحنا مستر جوزي جوميز وقت بيتفرج. وبيلعب لي قدامه سامسون. اللي احنا بنعرف نهاجم من الجبهة دي ولا عارفين ندافع. لان سامسونج ما بيساعدش فتوح باي شكل. اه فتوح ما كانش في مستوى. مش بس بحمل سامسونج الامر. فانت ضربت خط كامل. لاني من الخط ده. من اول الحتة الهجومية سامسون فتوح حسام عبد المجيد اوت الفور. وكانت نقطة ضعف باينة واضحة بشكل كبير جدا جدا. طب انا شفت كده كمدير فني. ليه ما اعملش تغييرة من بدري? ما عنديش مشكلة. احنا ليه? اول تغييرة بتاعتنا بتحصل في دقيقة سبعين. وانت باين جدا ان انت عندك مشكلة في الحتة دي. ده بالنسبة للمشاكل الدفاعية اللي حصلت عندنا. في الحتة دي. لان الحتة دي كان ممكن تغرمنا وتخسرنا كتير جدا جدا. طيب. برضو من ضمن الحاجات اللي باينا جدا ان مستر جوزيجو ميز مش مذاكر الفرقة دي خالص. ان هو خلى او اعتمد على ان الاتنين الهافين زيزو سامسونج يرجعو يدفعو مع الباكين بشكل كبير جدا. طب مطالب من زيزو انه هو اول ما يستلم الكورة او اول يرجع يدافع عند التمنتاشر بتاعك واول مستلم الكورة يوصل للتمنتاشر التاني عشان يجيب جن عشان يعمل مرتدة. احنا قلنا الماتشات دي بتتلعب بزكاء بتتلعب بفكر تكون انت قاري الفرقة اللي بتلعبها. الفرقة دي لو عملت عليها تحولات وسبت زيزو او اديته حرية ان هو يعمل الشقة الهجومي بتاعه كانت الامر اختلف. انما انت بتطالب ان هو يرجع اتنية متر رايح جاي هجومي ودفاعي عشان خاطر يدافع ويرجع يتحول هجوميا ويوصل للحتة دي بشكل قوي ويعرف يجيب جن صعب جدا 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 جدا. يعني الكلام ده جماعة ما بيحصلش. ما بيحصلش وما كانش هيحصل. وما كانش هيحصل. لان واضح تاني وتالت ورابع ان جميز ما كانش مذاكر الفرقة دي. كان ايه المانع لو لعبنا بتلاتة في نص الملعب كلهم عندهم الشقة الدفاع ويقدر يغطف ظهر الهوفين. وديت حرية للهوفين دول ان هما يهجموا. حتى في الحالة الهجومية فاتوح هيلاق حد يسند عليه قدامه من الهوفين اللي اتنين التمانيتين. آآ نفس الكلام عمر جابر هيبقى زيزه مستريح في الحتة الهجومية وعمر جابر يديله يحاول يطلع معاي هاجم هيبقى في حد بيدافع وراهم اللي اتنين. يا جماعة هو ده. نص ملعبنا الشوت الاولاني وحش جدا جدا جدا. لان التلاتة فيهم واحد احمد حمدي. هو كان من اللعبة المميزة. انما في الشوت التاني بس كمان احمد حمدي من اللعبة اللي عايزة تهاجم. اللي عايزة تستلم الكرة وتطلع تهاجم. عشان تكلفه بواجبات دفاعية كتير. تقب. تقب وفي الاخر الراجل ام عامل كارسة. دونجة اتصاب او حصل عنده شد. اقوم سعب دونجة ورامي ناصر ما انسي ومخلى حمدي بيلعب ديفندر ستة جنبها محمد شهد. طب هل ده كلام يا جماعة? لو لا قدر الله كنا استقبلنا دون كان ايه ممكن يحصل? بجد كان ممكن ايه لي يحصل? كانت الامر صعب جدا 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 علينا. يعني يعني امر غريب وتغييرة غريبة جدا. جمز مبارح ما كانش في في الفرمة. ما كانش مذاكر الفرقة دي كويس. احنا ربنا سبحانه وتعالى كرامنا بتجون بتاع الجزيري ده. لان الكرة الاولانية بتاعت فتوح اللي عملها للجزيري كان لازم تبقى جون. هي دي الكرة الوحيدة اللي تلعبت بشكل كويس. تخيل انت بتلعب تسعين دقيقة. انا عايز اسأل سؤال والناس تجاوبنا عليه. هو ايه الغرض من الاستحواس في الكرة? مش ان انت اتطور الاستحواس ده في الشق الهجومي عشان توصل للجون عشان تعرف تجيب جون? احنا مكناش بنعمل كده. احنا مستحوزين في نص الملعب عملين نقل الكرة حلوة قوي ممتعة في رجلينا. انما في الاخر بنوصل لجون الخصم لأ. ده مش الغرض من الاستحواز. بشوف الفرق والمدربين الكبار اللي بيعملوا استحواس في نص ملعبهم بيبقى بيحاول يحرك اللعيبة بشكل معين عشان يوصل للتمنتاشر او يوصل ليه مرمى الخصم عشان يعرف يجيب جون. انما احنا الكرة معانا جميلة اوي ممتعة يا سلام. هيلة. بس في الاخر تطوير الكلام ده من نص الملعب للشق الهجومي عشان نعرف نجيب جون ما بيحصلش. ما بيحصلش. لا نحية الشمال شغالة نحية لمن زيزو بيدافع وبيرجع يدافع فبيبقى اهلك. اهلك بدنيا. انت اهلك تزيزو بدنيا مبارح. يا اما سيف الجزاري يبقى لوحده وسط ثلاث اربع لعيبة. طب ها هو برضو مش مش يعني مش مش سحر. مش هيعد من ثلاث لعيبة وهيرقص ثلاث لعيبة وهيعرف يجيب جون والمجهود اللي بيتعمل والشق الدفاع اللي عليه. انا بصراحة مبارح. شكل نادي الزمالك. شكل نادي الزمالك. كتشكيل وكفداية كان صعب جدا. انما انا 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 هاختم الفيديو بتاعي او هتكلم في الفيديو بتاعي في ختمة الحتة الفنية. بان الزمالك ان شاء الله بازن الله هيكسب. هنا بازن الله هيكسب. البطولة مش صعبة. انا شايف ان في رئة نهضة بركان في المتناول قوي. بس لازم مستر جوزيجو ميز يبقى مركز اكتر من كده. فريق التحليل اللي معاه لازم يبقى مركز اكتر من كده وبيدي له الداتا كويس. احنا مع الراجل بيشتغل مبارح واضح ان هو مع راشد جيل. واضح. او اللي حلله الاداء حلله الاداء غلط. اقوى جابها عندهم. الناحية اليمين بتاعتهم بيلعبوا باتنين على فتوح اتهرة. اما لازم طبعا. لازم. يحصل كده. نرجع نقول ايه? نقول احنا منتظرين التركيز في المطش النهائي. لان المطش اللي جاي ده اخر ماتش. يا البطولة يا خسارة. ان شاء الله بإذن الله نكسب. بس لازم بقى نركز. لازم نبقى عارفين احنا بنعمل ايه? لازم نبقى فاهمين كمان احنا بنعمل ايه? انت عندك لعيب تقلو دهب زيزو. تقلو دهب. حتى لو غلط في باص في غلط في تخريق في تمريرة. طبيعي جدا جدا جدا. انما انت متوقع من زيزو انه هيصنع لك الفارق هدف او اتنين او اي كرة في رجله بتبقى خطر على الخصم. وده المهم. وده بقى اللعيبة الزكية. نيجي بقى للنقطة المهمة جدا. انبارح ما شفتش غير زيزو الوحيد اللي بيحاول يضغط على الحكم. بقيت اللعيبة فيه? يا جماعة الكرة طرد رسمي بتاعة شحاتة. ولعبتنا واقفين بيتفرجوا على زيزو هو بتكلم مع الحكم. لو روحنا بالخمسة والستة والسبعة على الحكم هيرجع للفار ويطرد اللعيبة يا جماعة ما نبقاش سزج في الكرة. احنا سزج اوي وطيبين اوي. الكرة الافريقية محتاجة الكلام اللي احنا اللي انا بقول لكم عليه ده. اضغط على الحكم في الملعب. عشان تاخد حقك مش عايزين اكتر من حقك. ده الراجل مضروف في التمنتاشر وطرد رسمي. وباينا ولو الفار ولو الفار جابها كانت خلصة. واحنا قلنا ان ما تنتظروش حاجة من الحكم هناك. هنتظلم. فمش عشان احنا هنتظلم. يبقى لعباتنا طيبين. لا يا بابا خد حقك. واطلب وتخانق مع الحكم. او بلاش نتخانق. مش بالمعنى تخانق. يعني روح اطلب بحقك. يبقى في واحد واتنين وتلاتة. زيزو بس اللي رايح. كل مرة زيزو اللي رايح. زيزو اللي رايح. طب لو زيزو خد انذار. طب لو الراجل عاند مع الراجل المعزيزو وطردو. من الخسرات. احنا فيه سزاجة كبيرة جدا 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 عند لعبتنا. او طفولة قروية. عندهم طفولة قروية. لا. يا غماعة في ايه. في ايه لازم نبقى اكبر من كده واسكى من كده ولازم نضغط. الجهاز الفني كان لازم يضغط على الحكم الرابع ويروح ياه قلو بص على الفار في القرة دي ده طارد. ما نسيبش الامور كده. انت كان عندك فرصة مبارح ان تلعب نص ساعة الفرقة دي نقصة. وانت ضيعتها من ايدك. اتمنى ان زياج كمال يبقى حل بالنسبة في الفترة اللي جاية لان من اول كان ماتش تحس ان لسه مداش كل اللي عنده. انما يا جماعة انا بقول لكم تاني وتالت ورابع زياج كمال ده في نص الملعب بقى حاجة تانية. مهم جدا الماتش اللي هنا نعتمد على النوعية دي. اللي بتعرف تدافع وتعرف تعمل الباص لقدام. ده العيب بيعرف يعمل الباص وهتريح زيز وهتريح الهاف اللي هيلعب الناحية التانية وهتريح سيف الجزيرة. مش هتخليهم يرجعوا مسافة كبيرة. محتاجين نوعية اللعيبة اللي بتعرف تقطع الكرة وبتضغط بقوة وبتحاول تجيبه. ممكن يجرب في شغط اللعيبة اللي بتصوب. كل الكلام ده متاح قدامك. متاح قدامك. بس انت لازم تبقى فاهم انت بتعمل ايه. وشغال مركز في الجيب. الوحيد بجد. اللعيبة مركزة. اللعيبة مركزة عايش حتى كان كويس. اه الماس لوسي. عمر جابر. اه حمدي الشوت التاني. سيف الجزيري. زيزو طبعا. في ناس لحد ما مش وحش. انما يا جماعة لأ. احنا عايزين بقى نشتغل كتين. وبلاش الاستحواز السلبي. وبلاش الامور السوبيانية اللي احنا بنضيع بها. اه اه طرد ممكن يلعيب فولات. محدش بيروح يتكلم. اه تحجيم الماتش من الحكم وانت مش رايح تتكلم معه ولا رايح تاخد حقك منه. كل الكلام ده كله لازم يتعامل في ماتش النهاية. وان شاء الله بازن الله بامر الله. انا اخر مرة في الموضوع ده هتكلم النهاردة. وحبيت بس اطلع على الشوحنة اللي جواه من مبارح في الفيديو ده. انما من بكرة ان شاء الله بازن الله هنبتدي الدعم كامل للفرقة. هنبتدي دعم الميستر جوميز. بس لازم نبص اخطاقنا. لازم نتفرج على غلطاتنا. عشان ما تتكررش. عشان ما تتكررش. ما ينفعش نادي الزمالك باسمه بمكانته بتاريخه يبقى بالسزاجة دي. تعليق اخير. وده تعليق مهم جدا جدا جدا. النادي الاهلي كتب بيان وعايز حكام اجانب لماتشات الدور. ونبصم بالعشرة معاكم. يا ريت. والنبي يا ريت. دوسوا في الموضوع ده تاني. اتمنى ان النادي الاهلي يدوس في الموضوع ده تاني ويجيب حكام اجانب. عارف لو عملت كده تبقى بطل. تبقى بطل. كنادي الاقل ان انت تطلب حكام اجانب لماتشاتك. كده عارف ان الزمالك ممكن وبرمز اي فرقة منهم تاخد الدور. لان احنا اصلا احنا اصلا اكتر ناس بتتظلم من التحكيم. اكتر ناس ما بناخدش حق نفت من التحكيم. وكان فيه ناس اهلوية زعلانة ان احنا كتبنا بيان وبيقولك الزمالك بيشتكي ومش الزمالك بيشتكي. ماتش البلدية خالص ازاي? كرة فاول بينا جدا في اخر دقيقة. والراجل لعب مية وخمستاشر دقيقة. لحد ما النادي الاهلي يكسب. يا رب الحكام تبقى اجانب بالنسبة لماتشات النادي الاهلي نتمنى ده بشكل قوي جدا. يا رب ان شاء الله بازن الله يوفق نادي الزمالك ويحصل على بطولة الكونفترالية ولعبتنا يبقوا رجالة في الماتش الاخير يوم الحد اللي استدعب امليان محتاجين منك رجولة محتاجين منك قتال محتاجين منك البطولة عايزين الجمهور يفرح من حق جمهور الزمالك يفرح اللي بيروح وراكو في كل حد. بناء للفيديو بتاعنا بيخلص كل بتحيالك وكل الشكر اليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.